في الفيديو السابق على القناة تعرفنا على الصفحة الرئاسية لبرنامج TripleMars وقرأنا المقطيات بطريقة صحيحة وفي هذا الفيديو سنتعلم كيف نعلن صفحات مبيعات من خلال برنامج TripleMars وكيف ندير الصفحات بطريقة سهلة وسريعة هيا بنا ننتقل لشاشة الحسوب لنعرف ذلك في هذا الفيديو سنتعرف على رابط الـ Discover & List من سلسلة الفيديوهات الخاصة لبرنامج TripleMars في بند الـ Discover & List من خلاله يمكننا إعلان الصفحات من خلال برنامج TripleMars على حسابنا أو متجرنا على موقع eBay فعند الدخول لـ Discover & List نضغط على البند المبين هنا Discover سأضغط عليه ومن هنا نبدأ بالمراحل التي يطلبها TripleMars المرحلة الأولى نضغط من أين المنتج الذي سنعمل عليه Dropshipping أو من Amazon أو Walmart حاليا TripleMars سيتعامل فقط مع Amazon أو Walmart ففي هذه الحالة سأضغط على Amazon فالمرحلة الأورى عرفنا من أين المصدر هنا أيضا يمكننا تعليم هذا المربع إذا الصفحة التي سنعمل عليها Dropshipping هي صفحة Variations أي منتج متعدد الصفات في الصفحة الواحدة يوجد عدة منتجات إذا الصفحة عدة منتجات وتريدون إعلان الصفحة في صفحة Variations أي صفحة واحدة يوجد داخلها عدة منتجات تعلمون هذا المربع إذا الصفحة هي صفحة لمنتج واحد لا تعلموا هذا المربع Skip VeroCheck انتبهوا مهم جدا أن لا تعلموا هذا المربع أن يبقى فارغ لكي يظحص TripleMars إذا المنتج هو Vero أو لا مهم جدا أن لا تعلنوا منتجات Vero لأنها قد تسبب خطر على سلامة حسابكم Vero لكل من لا يعرف Vero هي عبارة عن منتجات لموركات ممنوع بيعها على موقع eBay من ثم المرحلة الثانية علينا تعريف صفحة المبيعات التي سنعمل عليها Dropshipping على موقع أمازون لقد عرفنا بالمرحلة الأولى أن المصدر سيكون من أمازون لدينا حالتين الحالة الأولى Discover by URL Discover by URL نستخدمه إذا نريد إعلان صفحة واحدة أي نريد أن نعلن فقط صفحة مبيعات واحدة نعرف هنا الرابط لهذه الصفحة إذا لدينا عدة صفحات كما ذكرت في الفيديوهات الأولى يمكننا من خلال برنامج TripleMars إعلان عدة صفحات مبيعات في آن واحد نستخدم Discover by ID فانتبهوا أولا Discover by URL سنعمل عليه مثال ومن ثم نرجع ونعمل على Discover by ID فهنا نعرف الرابط لصفحة المبيعات التي سنعلن منها سأنتقل للأمازون وأدخل لصفحة مبيعات انتبهوا أنا موجود في صفحة مبيعات عشوائية اخترتها في أمازون هذه مثال صفحة Variation انتبهوا في هذه الصفحة يوجد منتجين أول منتج يباع في لون بلو لون أزرق والثاني يباع في بريميوم باك ممكن بعض التحسينات للمنتج ففي هذه الحالة لن أعلنه في Variation هذا فقط مثال فسأنسخ الرابط المبين هنا سأنسخه Copy وأرجع ل TripleMars وأنسخه هنا نسخت الرابط ومن ثم أضغط على Continue وانتقلنا للمرحلة الثالثة نعرف إلى أين أريد أنسخ هذه صفحة المبيعات طبعا لموقع eBay لذلك سأضغط على موقع eBay من ثم Select Account لهذا الحساب يوجد عدة حسابات التي هي مربوطة يوجد عدة حسابات لذلك أحدد ما أي متجر أريد أن أربط هذه الصفحة أن تعلن في هذه الصفحة في أي حساب لذلك أحدد الحساب وأضغط على Next سأضغط على Next من ثم أنتقل للمرحلة الخامسة المرحلة الخامسة هنا نحدد الفيكس بروفيت نحدد الأرباح انتبهوا عادة المعطيات هنا معرفة حسب المعطيات التي عرفناها في بند الإعدادات خلال فيديوهات السابقة التي شرحت عنها هنا ستكون مبينة انتبهوا الbreak even 21% وهنا 15% الروفيت الرباحة من ثم أضغط على Save من ثم أضغط على Discover المبين هنا سأضغط عليه وانتبهوا لقد نسخ جميع المعطيات لصفحة المبيعات انتبهوا العنوان للمنتج سأرجع للصفحة للتأكد أنه نفس العنوان انتبهوا نفس العنوان في صفحة المبيعات على موقع أمازون نسخها Triple Mars كما هي منبينة هنا هنا الاسن الرقم الخاص لصفحة المبيعات هذه هنا Source Price سعر المنتج على موقع أمازون وهنا Destination Price لقد حسب الbreak even وحسب الرفيت التي عرفته الربح والbreak even العوامل الأساسية من خلال الرسوم والرسوم البيبل والإيبي والجفت كارد الذي نشتريه مع العمولة كل هذه حسبها هنا في الـ 21% وهذا هو مبلغ البيع في موقع إيبي على متجري طبعا هذا Labels New Labels هذا غير مهم ولا يعطى أي أهمية لنا لا نستخدمه فكما نرى Triple Mars يحسب لنا المبلغ البيع تلقائيا طبعا هنا عن طريق الضغط على Show More سأضغط عليه سيبين لنا Item Specific خصائص المنتج إما من خلال حجمه أو لونه أو وزنه جميع المعطيات الأساسية عن المنتج هذه المعطيات أيضا لقد أخذها من صفحة المبيعات على موقع أمازون هنا Destination Category و Condition وضعية المنتج وفي أي فئة ملائمة للمنتج لقد عرفها أيضا تلقائيا جميع هذه Item Specific وهنا Product Description وصف المنتج أيضا استخرج هذا الوصف من صفحة المبيعات على موقع أمازون والبند هنا Template التصميم للوصف المنتج هذا تصميم ثابت في برنامج TripleMars تصميم ممتاز والبند التالي Business Policy التي هي وثيقة العمل التي شرحنا عنها في الفيديوهات الأولى التي هي تعتبر وثيقة الشحن Shipping Policy وثيقة الإرجاع Return Policy ووثيقة الدفع Payment Policy ستكون معرفة تلقائيا لقد عرفناها في الإعدادات هنا من ثم أضغط على List وأعلن المنتج فهكذا نعلن منتج واحد من خلال برنامج TripleMars انتبهوا عندما تعلن منتج على موقع TripleMars من خلال برنامج TripleMars سيتبين هنا عندما ترجع لـ Discover and List سيبين هنا أنه Discover List Completed هذا هو المنتج الذي عملنا عليه الآن وانتبهوا عندما نعلنه سيبين أنه This product has been successfully listed إذا برنامج TripleMars رأى أنه يوجد مشكلة معينة في هذه صفحة المابعات أي لنفترض أنه Vero أو أي شيء معين مثل الكمية المعرفة في الصفحة غير كافية لن يعلن هذا المنتج سيبين أنه مثل هذه الحالة Discovered Failed هنا This card will be deleted in one day Discovered Failed هنا لنفترض هنا سيعطينا السبب لماذا لم يعلن المنتج انتبهوا Failed Vero أي أن هذا المنتج Vero وهنا أيضا Vero هنا Item Failed لم يعطينا السبب هنا Failed Vero أيضا أغلب الاحتمالات أنها المنتجات التي لم تعلن هي منتجات Vero في برنامج TripleMars يوجد قائمة كبيرة من الماركات المعروفة أنها Vero فإذا تعرف في العنوان أو في الوصف واحدة من هذه المصطلحات للماركات لن يعلن هذه الصفحة لكي يحافظ على سلامة حسابنا هذا أيضا شيء ممتاز الذي نراه في برنامج TripleMars فلقد تعلمنا كيف يمكننا إعلان صفحة مبيعات واحدة من خلال TripleMars سأريكم الآن كيف يمكنكم إعلان أدة صفحات في آن واحد من خلال برنامج TripleMars فأيضا نفس العملية ندخل لـ Discover & List من ثم نضغط على Discover المبينة هنا من ثم نفس العملية نحدد من أين صفحة المبيعات موجودة في موقع أمازون أو موقع وولمارت سأضغط على أمازون من ثم طبعا نحدد هنا تماما إذا الصفحة سنعلنها في Variation طبعا هذا البند كما ذكرت لا نعلم هذا البند نبكيه فارغ ومن ثم هنا نستخدم الإمكانية الثانية Discover by ID Discover by ID اضغطوا على C format هنا وسيحمل لحسوبكم ملف SUV ملف Excel كما هو مبين هنا سأنتقل لهذا الملف كما مبين هنا الـ ID وهنا علي إدخال أرقام التعرفية الخاصة لصفحات المبيعات التي سأعلنها في برنامج TripleMars هذه الأرقام الخاصة لصفحات المبيعات على أمازون سأعرفها في الملف هنا سأخذر من برنامج الـ Excel وأرجع لبرنامج TripleMars ففي هذه المرحلة علينا الدخول لموقع أمازون سأدخل لموقع أمازون ولنفترض أنني أريد جميع هذه المنتجات المبينة في هذه الصفحة يوجد لدينا إمكانية من خلال تطبيق Extension الخاص لخروم الذي يسمى Yike Pal Extension تكتبون Yike Pal Extension تدخلون للنتيجة الأولى Yike Pal Google Chrome عندما تدخلوا هذه هي التطبيق الذي سنستعمله طبعا هنا سيكون مبين لديكم Add Chrome تضيفونه لخروم سيكون مبين هذا هو اللوجو الخاص لي Yike Pal هذا التطبيق يمكنه سحب جميع الـ ID الخاصة للمنتجات تابعوني نفترض سأدخلوا لأمازون طبعا تضيفون التطبيق تدخلون لأمازون نفترض سأدخلوا لهذه الصفحة من ثم عندما سأضغط على Price Yike سيستخرج جميع المعطيات أو الأرقام الخاصة لصفحات المبيعات الموجودة في هذه الصفحة هذا المنتج وأيضا هذه المنتجات المبينة هنا وجميع المنتجات المبينة بالصفحة أيضا هنا فأنتبه سأضغط على Yike Pal من ثم أضغط على Show Item ID Grabber سأضغط عليه وانتبه لقد أستخرج جميع الأرقام الخاصة لجميع الصفحات المبيعات الموجودة في هذه الصفحة طبعا نعلمها جميعها Ctrl A Ctrl C من ثم أرجع لـ Triple Mars ومن ثم أرجع لملف الإكسيل أعلم هذا المربع وأضغط على Ctrl V أنسخها جميعها هنا من ثم أحفظ الملف عند حفظ الملف سأرجع لبرنامج Triple Mars وأضغط على Upload SUV وأعرف الملف فعند تعرف الملف داخل الـ Discover by ID نضغط على Continuum وننتقل للمرحلة التالية طبعا المرحلة التالية أيضا نعرف أنه الـ Marketplace destination هي eBay المنصة التي سنعلن فيها صفحات المبيعات نضغط على eBay والمرحلة الرابعة نحدد أي متجر سنعلن هذه الصفحات على أي متجر إذا طبعا لديكم عدة متاجر مربوطة على حساب Triple Mars من ثم نضغط على Next ومن ثم نحدد فكس بروفيت إذا تعملون على بريك إيفن ثابت وعلى بروفيت ثابت على ربح ثابت فأنتم غير مجبورين للدخول هنا وعمل إعدادات معينة أما إذا لديكم صفحة مبيعات معينة التي تريدون تحديد مبلغ ربح مختلف أو بريك إيفن مختلف تضغطون على القلم هنا وتعملوا الإعدادات من جديد من ثم نضغط على Discover سيستغرق بعض الوقت حتى يتبين النتائج لأنه لقد أدخلنا الكثير من المنتجات وسيتبين هنا أنه نسخ جميع المعطيات للصفحات ومن ثم أضغط على Instant List كما نرى هنا وهكذا نعلن عدة صفحات في آن واحد هكذا نعلن بطريقة صحيحة من خلال برنامج Triple Mars عند إعلان الصفحات جميع الصفحات ستتبين من خلال Band Listing Listing سنرى جميع صفحات المبيعات المعلنة في حساباتنا على موقع eBay والتي برنامج Triple Mars يراقبها هنا سنرى جميع الصفحات يمكننا رؤية الكثير من المعطيات ومعرفة الكثير من المعطيات من خلال Band Listing أولاً إذا لديكم كما ذكرت عدة متاجر مربوطة على حساب Triple Mars نتبهوا هنا لدي 11 متجر مربوطة على Triple Mars يمكننا تحديد 11 ورؤية جميع المعطيات للـ 11 أو يمكننا اختيار أي واحد من المتاجر وهنا يمكن رؤية عدة معطيات أولاً Sales Conversion Rate معدل تحويل المبيعات في حسابي هنا نرى Out of Stock صفحات المبيعات التي نفذت الكمية منها Triple Mars لقد عرفها في eBay أنها نفذت الكمية لأنه احتمال كبير في المصدر أي موقع أمازون لقد نفذت الكمية لذلك نفذت الكمية أيضاً على موقع eBay هنا يمكن رؤية صفحات المبيعات الفعالة التي هي الآن معلنة من خلال حساباتي عدد الصفحات Active Listing Without Recent Sales يمكن رؤية هنا عدد الصفحات التي لم تنتج أي مبيعات في الفترة الأخيرة Out of Stock Over 59 Days يمكن رؤية عدد صفحات المبيعات التي هي مؤرفة كOut of Stock نفذت الكمية لأكثر من 59 يوم Item Ending Soon طبعاً هذا البند غير مهم بالنسبة لنا لأن الصفحات المبيعات جميعها شغالة على Good Till Cancel حتى نفاذ الكمية Good Till Cancel هي عبارة عن 30 يوم صفحة المبيعات بفترة 30 يوم تتجدد تلقائياً كل 30 يوم هنا نرى store composition store composition يمكننا رؤية تحليل كامل لجميع صفحات المبيعات المعلنة في حساباتنا من ناحية الأسعار التي نعلنها انتبهوا هنا التحليل يرينا أن 23% من صفحات المبيعات معلنة من مبالغ 40$ ل 75$ 19% من أكثر من 75$ و 10% أقل من 15$ هنا 23% من 15$ إلى 25$ وهنا صفحات المبيعات المعلنة من 25$ إلى 40$ يمكن رؤية تحليل كامل لصفحات المبيعات من ناحية المبالغ المعلنة بها مفضل دائماً أن يكون تقسيم نوعاً ما متوازن بين صفحات المبيعات من ناحية الأسعار وأيضاً مفضل أن يكون نسبة بسيطة من صفحات المبيعات المعلنة من مبالغ عالية من 100$ وما فوق فهنا يمكن رؤية تحليل كامل سأنزل إلى تحت وهنا يمكن رؤية جميع صفحات المبيعات المعلنة على الحسابات لأنني علمت هنا هنا ربطت الـ 11 متجر فيمكن رؤية جميع صفحات المبيعات المعلنة من خلال الـ 11 متجر يمكن رؤية تحليل كامل عن جميع هذه المنتجات هيا بنا نقرأ الجدول بطريقة صحيحة أولاً يمكن الرؤية هنا المنتج الذي يباع الصورة عنه هنا العنوان هنا يمكن الرؤية عدد المصطلحات المستغلة من الثمانين باند الذي هو حسب قوانين إيبي إيبي يعطيني الإمكانية تعريف ثمانين باند في العنوان فهنا أنا استغليته أربعة وسبعين باند من الثمانين هنا تاريخ إعلام الصفحة كرياشن تايم هنا ديت موديفايد في أي تاريخ أيضاً تعرف عليها تريبل مارس السورس ايتم اي دي هنا يمكن رؤية صفحة المبيعات في المصدر أي في موقع أمازون هنا يمكن رؤية الأسن الخاص على موقع أمازون ديستيناشن ايتم اي دي هنا يمكن رؤية صفحة المبيعات على موقع إيبي في متجرنا على موقع إيبي أكاونت هنا يمكن رؤية إلى أي متجر لقد أعلن هذه صفحة المبيعات طبعاً إذا لديكم متجر واحد سترون هنا جميعها متشابهة إذا لديكم عدة متاجر ممكن سترون عدة أسماء مختلفة اسم المستخدم الخاص لمتجركم ديستيناشن برايس هنا يمكن رؤية السعر الذي نبيعه على موقع إيبي وهنا السورس برايس يمكن رؤية سعر المنتج على موقع أمازون البروفيت هنا يمكن رؤية الربح الصافي من البيع بعد العمولات وبعد الرسوم وبعد البريك إيفن جميع هذه الرسوم أو التكاليف الربح الصافي البروفيت هنا يمكن رؤية ما هو الربح الصافي من كل بيعه ستتم من خلال صفحة المبيعات هذه البرك إيفن طبعاً هنا 21% وهنا أيضاً وهنا item status هنا يمكن التأكد من أن صفحة active فعالة ومعلنة على الحساب هنا quantity هنا يمكن رؤية ما هي الكمية المعرفة في صفحة المبيعات على موقع إيبي sold quantity هنا يمكن رؤية عدد المبيعات لهذه صفحة المبيعات على إيبي وهنا template التصميم الخاص لمربع الوصف على موقع إيبي أي تصميم استعملت على هذه الصفحة فهنا يمكن رؤية جميع هذه العوامل يمكننا أيضاً عمل تحليل كامل ورؤية أي صفحة مبيعات لنفترض التي عليها أكثر مبيعات يمكن ضغط هنا على sold وسيبين لي أكثر صفحة مبيعات التي أنتجت لي مبيعات ويمكننا عمل تحليل كامل للحساب إذا يريدوا معرفات أكثر صفحة مبيعات أنتجت لي مبيعات أو أكثر صفحة مبيعات التي تنتج لي أكثر أرباح فهذه أيضاً معلومات مهمة التي يمكننا أيضاً عمل تحليل كامل لجميع صفحات المبيعات على حسابنا في triple mars أيضاً هنا لدينا إمكانيات فلترة متقدمة لديكم advanced search سأضغط عليها هنا يمكننا رؤية تحليل كامل لنفترض item status إذا يمكن رؤية جميع صفحات المبيعات التي هي active أو التي أنهيت أو أنهيناها بنفسنا ended أو جميع صفحات التي معرفة كout of stock أي المنتجات التي معرفة أن نفذت الكمية منها هنا source marketplace إذا يمكن رؤية عمل فلترة حسب المصدر عادة نحن نتعامل مع amazon فعادة هذا غير مهم بالنسبة لنا time left أيضاً غير مهم بالنسبة لنا out of stock days يمكن رؤية صفحات مبيعات التي معرفة حسب عدد أيام أنها نفذت الكمية إذا نفترض أريد معرفة جميع صفحات المبيعات التي هي معرفة كout of stock في الثلاثين يوم الأخيرة أو أكثر من ثلاثين يوم أيضاً هذه أشياء مهمة number of orders يمكنني معرفة الصفحات التي أنتجت لي لنفترض من عشرين إلى خمسين order هذا أيضاً مهم لرؤية الصفحات الناجحة صفحات مبيعات الناجحة في حسابي هنا listing date range يمكننا رؤية عمل فلترة حسب التواريخ من تاريخ إلى تاريخ days without sale يمكن رؤية جميع صفحات المبيعات التي لنفترض لم تنتج لي مبيعات في الثلاثين يوم الأخيرة عادة صفحات مبيعات التي لم تنتج لنا مبيعات أكثر من ستين يوم علينا حذفها من الحساب فهي معتبرة عب على حسابنا destination price range يمكننا عمل فلترة حسب السعر وهنا الprofit فلترة حسب الأرباح إما بالنسب أو في الدولار من ثم نضغط على search ونرى النتائج فهنا عدة إمكانيات فلترة متقدمة أيضاً لدينا إمكانية هنا في ال actions سأضغط عليها عمل إمكانيات أو إعدادات لجميع الصفحات المبيعات هنا في نقرة واحدة فانتبهوا أولاً set status يمكنني إنهاء صفحات مبيعات يمكنني تعريف صفحات مبيعات كout of stock أو يمكنني حذف صفحات مبيعات نهائياً من الحساب كيف نفعل ذلك؟ نعلم صفحات المبيعات نفترض هذه الثلاث صفحات مبيعات ونضغط على out of stock ونضغط على update وهكذا نعرفها كout of stock أو إذا أريد حذف هذه الثلاث صفحات المبيعات نعرف remove وأضغط على update وهكذا أحذف صفحات المبيعات أيضاً نفترض أريد تغيير break even للثلاث صفحات المبيعات وأعرف هنا break even الجديد وأضغط على update وهكذا سيتغير لثلاث صفحات المبيعات المعلمة هنا أو يمكنه تحديد ربح جديد مبلغ ربح جديد أو بنسبة أو بدولار أيضاً نعرف الربح هنا أضغط على update وهكذا يتعرف لثلاث صفحات المبيعات أو يمكنه تحديد template جديد تصميم وصف جديد يمكنه تحديده أيضاً لصفحات مبيعات أو أريد تغيير الكمية المعرفة quantity الكمية المعرفة للبيع على صفحات المبيعات فلدينا عدة إمكانيات لإدارة صفحات المبيعات المعلنة على الحساب أيضاً دراستها بشكل كامل وبسهولة يمكن رؤية تحليل كامل هنا من خلال المربع هنا وعلى أداء المبيعات الخاصة بنا ويمكننا أيضاً هنا عمل إعداد لجميع صفحات المبيعات بسهولة وبسرعة فهذا هو بخصوص موضوع إعلان صفحات المبيعات من خلال برنامج triple Mars وكيف يمكننا عمل إدارة كاملة لصفحات المبيعات التي نعلنها من خلال برنامج triple Mars تذكروا أنه كل صفحة مبيعات تريدون إعلانها من أمازون لمتجركم على موقع إيبي مهم جداً أن تعلنوها من خلال برنامج triple Mars لكي يراكبها من خلال الكمية أو السعر أي تغيير بالكمية على موقع أمازون سيغيرها في صفحتنا على موقع إيبي وأي تغيير في السعر في موقع أمازون سيغيره في متجرنا على موقع إيبي لقد لحظتم سهولة التعامل مع برنامج triple Mars وإدارة المشروع بالكامل بطريقة مهنية إذن بعد أن تعلمنا كيف نعلن المنتجات من خلال برنامج triple Mars في الفيديو القادم سنتعلم كيف ندير المبيعات التي ستحصل على البرنامج وكيف نقرأ جميع المعطيات الخاصة بالمبيعات بطريقة صحيحة وسهلة الفيديو سيعلن خلال الأيام القريبة لذا انتظرونا أيضاً لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة سلسلة الفيديوهات الخاصة لـ Triple Mars وفيديوهات أخرى تتعلق بربح المال من خلال مجال التجارة الإلكترونية بالنجاح للجميع وسأراكم قريباً